عسلاما عسلاما ان شاء الله يارب تكونوا بألف خير ونعمة ناس لكل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اشنو عاملين اليوم جيتكم فيديو تغييرات الصالة قاعدة كن هي تقريب ما عملتهاش كعملها تنظيفتها كالبيوت وتنظيفت العميقة اللي عملتها قبل مايرجع الصغار يقرأ حصلوا لهني عملت قهيوة ديجاء امس قتلكم راني مشيت للفريب صبحية عديتها في الفريب رواحت فطرنا ولهني عملت قهيوة هديك اللي يرحيناها جديدة كحبيت نعم بها قهوة عربي خطت ديجات رحات معناها بودر وكاو حطيت قهيوة وقعت نغزر هيك لك الصالة ومنيش مرتاحة فيها منيش مرتاحة فيها فمتو عرفتو كل حاجة في الدار كتعملت وتكدت وكل قاعد كن هي حكم اني كما قلت لكم قاعدة نحظر في الصالة ومازال هيك البرنامج مش واضح وكل قاعدت هيك نشوف نكلم فيهاك فيهاك قاعدت نشوف حاسيت انه مازالت الحكاية باش تطوال فما برنامج زادة انه باش ندهنو الصالة الحق راجلي حب قالتو ان شاء الله كان هيك في ديسمبر نعملو دهنة للصالة وقلتاني ما زالت الدنيا ما زالت معناها الحكاية باش تطوال هيا انقو كلمت راجلي يخدم كلمت وقلت وجاني تو تو حاصيل وهو ماشي في بالو انو اياني معناها مريضة ولا بشيازي لل ماشي معناها خطر خلاني مريضة كل شي اصدمت وحاصيله تعرفوا مش سيك نهار كل واني شقل في الدار طرشق بالضحك كيراني دوبا ماليت وقتد نجم تحولي المراية هذية البلاصغة دي كان صورو طوام ما زالت كيبادلهم لي عرفته يا كارولي يا كارولي يا كارولي انتidi اشتركوا في القناة 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 اني مشكلة المابر متاعي معناه ما هيش مشكلة اه تحويل مشكلة اني كي نفرغ وهذا كان يتعبني لازمتي ناحي المعون الكل وبعد كيف نجين بعده من البلاست وراهو ما هوش رزين فهمتو لبناتا نمسح القاعة بشوية مية وجفيل اه تسهل عليها وكهو حتى كن نبدل حق سيلم في حد شيء اني بش نعمل بوفي واحد ام صراحة الارجنتيارة ما عنديش ليها جاهد بش ننقل الناحي الكريستال لكل وخاطر حابة نخسل الحابة اللي في وصل الارجنتيار كل نخسله حابة نخسلك الكريستال قلت خلاها تو نهار واحد هذي كان نعملها ونخسل الكسين خاطر منظره مش مش نظيف يعني هيك مغبر شوي يصيف كامل تعدي عليهم اما البوفي للمعون الفصل بوفي دي جا ما نستعملوش هذي حاجة وزيد ما يظهرش فهمتو يعني الصعيب الصعيب بنسبة لي هو تفريغه يعني كي بش نقود نفرغ فيه هذك خاطر اخذره وهز منه حط في التاولة بعد عود حول المبل ارجع اه رصفهم فهمتو هذك لي تعب ما مقلقتني ش معنا حكايت التبديق ما قادش نستنى فيه بصراحة بش نقود كل لحظه اه يجا حول ايجا حول ايجا اجبد هذي كان لازم وزيد الماء بالحق مهوش هيك رزين برج يعني كيفرغ هيك مافي حتى شي ماهوش هيك البلنز معناها اللغة ماهوش هيك البلنز ولا نوعية هيك طايرة ولا حاجة عادي خفيفة الحقيقة هكا هو الهني فرقت المعون الكل تقريب شوفته هو المعونة ضيالي عندي في البوفي الكل ماهوش معون كامل خاطر هني عندي سريبس حاطتهم في كوجينتي مش كاملين فمتوا بعد نحيتهم من كوجينتي حاطيتهم في كرادن واشتقلوا الاشترا متاحهم الهني حاطتهم في البوفي داخل من جمش شكل حتى كينرتبوا البوفي من جمش نرتبوا بنيضاء خاطر معنا يشتر المعون محطوطين في كرادن وقت حاطيتهم في الكوجينة بعد نحيتهم كي ما استعملتهمش حاسي يولاني مساحت السيراء القاعة معناها بالجافيل وبعد كيف نبعدها سهل التحويل المتاحة كي تبدأ القاعة مبلولة وجافيل تعرفوا يزلق سهل على خطة التحويل المتاحة ويتو دوبا ندز هيك خاطر فرغت ما فيهاش روح اما هي دي ما تقادره وخير من المبلو متعته بصراحة برشا حاجات حسب حتى اللي نشوف في طاولة التلفزة ولا حاجة خفيفة على الاخر والمبل هادية معناها متاع عرسي برغم نفس الماتير وكل شيء ما رزين فهمتوه تحس كل عام يزيد ويهلكو في المبلو والله كل عام يزيد ويهلكو في اللوح سوف يبدأ كالي تيكي ما هيكا مش بلنز هترفع ما نوعية متاع مبل ما شاء الله يعني ما تجربش حتى تحركه من بلاستو ما اللي عندي ايني يا عادي اكاو بعضتك ازو ستواول غاديكا ولهني يجيت بش لازمتني شفته لازمتني نبعد بلاستو ونمسحها وبعد نجيب الصالة بعد نمسح بلاستو الصالة فهمتو لازمتني واحدة واحدة نعمل ما نجمش مثلا نمسح الكل ما بعض ولا نصيق الكل ما بعض وبعد نحط فهمتو من ملقاش روحي لاني مسحت بالمبلو خاطب ما نجمش نصيق ما عنديش واني نخرج الميء في بركوني حاطة الجريري والمخاد متاع صالتي الزرقاء فهمتوه فضلك عليش او كنا نمسح بالمبلو وبعد نعمل لك تسليطة وبعد نعود لنشف جبس من ممسحها يمكن الف مرة تتشوفوني في الفيديو الصالة الميء بدلتو يمكن عشرين تلاثين مرة خاطر عندها برشا متمسحتش الصالة هيك معناها هزين زرابي لكل ما بعضها موكل خاصة هذي هي بكل فطورة نرجون تلك كما شفتو خليتها في بلاصتها ان شاء الله جمعة جاية هيك كي نرتاح من الروتين هذي اللي عملته جمعة جاية نحي لك الكريستال ونخسلوه ونهزها اللي بلاصتها في بيت الفطور وكهو تقعد كل حاجة شدة اللي بلاصتها ابش نعمل تغيير بسيط زيدة ما تتصوريش قداش حكا بتدلي في في الصالة وكهو حسسني تتشوفه معايا ما حلقوش لحدات خليكم مع الفيديو خطوة خطوة تفرجوا فيه ما ما تسبقوش عبيدو قلكم معايشكم على تعليقاتكم الكل الكل واحدة تخليلي كومنتين الكل واحدة هكا اول مرة هتتتبع فيها عندها برشة واول مرة تقولي سيني نكتبك تعليق محليكم الكل وربي خليكم لي وما يحرمني منكم انتوما انتوما يعني انتوما الاساس والله سيحيني عليها التصوير وعليها الخدمة وكل شي اما انتوما عليكم الاساس راه عايشكم على كلامكم الكل وربي خليكم لي هني جبت الصالة بديت ان كرقر فيها يريتو بساق نجيبها معاني بساق بساق نجم خاصة كي تبدأ القاعة مبلولة تبدأ فهمها جافيل ما ساهلة عادي باش نجيب تولى الزوزل للفتايات البيج وباش نحيا عليها كلكوان راني تقولولي ش تكره فحياتك في الموبل نقولكم صالة بالكوان راني والله عفتهم عفتهم نحس هم هم مش مرتاحين حتى طرف حتى كي جيت بعد الصالة وتمسح وكل شي ياسر ياسر يقلقوك ياسر ما نعرش هذي هذي الفتاي هذي يبعد على الكوان الفتاي الاخر يبعد على الكوان نهاره وطوله اني منقرب فيهم لبعاظهم نجبت فيهم لبعاظهم مرة يبعدو مرة هكا تطلع فهمتو البناتها اما كي بدا فهم فتاي هكا علي مين وعلي سار مثال يبدو تثه فتيات عادي حتى كي يبعدو وليتحركوا من بلصتهم ولا الصغار كبعدتهم شوي عادي اما كي بدا فهم الكوان لازمتهم دي مرتبتين ببعاظهم فهمتو وزيدك الكوان تحسوا ياسر يلموسخ ما نعرش ما نعرش ما نعرش ما نعرش حاصيل واني نكره هم نكره هم وليت نكره الصالة بالكوان ان شاء الله اني قلت معناه في تغليفة الصالة وإلا حتى لو كان شريت صالة أخرى ما عادش نشري الجملة اللي بالكوان كونش هيك بتاع بتقاعدة ما نعرش ان اما كرهتهم اما كرهتهم من الكوانات كنجي هكا نقارن بينها وبينها كذوس فتيات وكثة فتيات نحسوا الفتيات أحسن ببرشة حتى كي جي تمسح مثال هاوكا تجبت الفتيات تمسح مورا تجبت الفتيات تمسح ورا كي بده في الكوان يجبت هاكا ويجبت الكوان بعد رجع الكوان جوجمة بصراحة حاس معناه بعد تجربتي مع الكوان بصراحة هكا حس فاها تقولش عليها صالة جديدة ومرتاحة في القاعدة ومرتاحة في المسحان ومرتاحة في اني بشان نعمل حتى بالاسبيراتور مرتاحة مش كي ملكوان يوم رجني على الاخر اما بحكم انه الصالة هذية البيج عندي صغيرة زوز فتيات اكهو واحنا ما شاء الله عيلتنا كبيرة ملقي نشرحتنا في زوز فتيات بركة فهمتوا على قل على قل زم ثلاثة فتيات معناه حتى لو كان رجعتوا الله غالب خاطر ليس باس عمدي مايكفيش فهمتوا لابنتا كان جيت على قل ثلاثة فتيات كي ما صالتي الاخرى اه عادي نستغنى عليه الجملة للفتي هذي بحكم حسيت هالبلاسة صغيرة واحنا ما شاء الله عيلة وحتى كمشي جيني يضيف وكل الكوان حسيتوا لازم الله غالب برغب اني والله كرهته اما في الوقت الحاضر حبيت هكه نستمتع بها هكه وان شاء الله كمثلك يبدأ عندي يضيف جاي ولا حاجة نرجع الكوان تيك تاك معنا نحطه في بلاست ونرجع لبلاسته خاطر ما ترفع نيش الزوس فتيات ميرفعو حتى شي لاني حطيت جبت الطاولة بتاع البيت الطاولة اللي حط عليها التلفزة وجبت التلفزة الغاديكة قادت كالرجون تياره هي ما مش مشكل نفتت بتا حاجة مش هدا بلاستها تبدأ عينيك على هكه ما مسيلش بلاستها اشعر بلاسته كل شي حوله من بلاسته براغم انه تركينا هدية تعجبني بتاع ركشة راه يجب أن تزرق الشمس جملة خطرها غربية وفي الشتي عرفت صبحية كاملة تبدأ الشمس زرقتلي في الصالة وفي الشمس زرقتلي في الصيف لا تتبدل الأمور في الصيف نضع اللوج على برود وعلى راحتنا أما ريت وتوفيج تي مستحيل كان مازلت نجيب القاعدة لهني حسيتها هيك خير حسيتها واسع محليها كل حاجة هيك شدة بلصتها كنش كان إن شاء الله نحط الصالة جديدة إن شاء الله نشوف روحي كيفية مش يكون التغيير أما لكثريك هذه هي حطة الصالة بيت الفطور هذي بلصتها الصالة هيك بلصتها ما نصور كان إنه فما حاجة هيك كونش كان حبيت هيك نبدل نفسيتي وكهو يعني هيك تبديل شوي في النفسية أما بصراحة بالنسبة لي يعني هيدي أحلى فاصل للصالة كهو كهو ما عاش بش نبدل يعني قلقكم ما عاش بش نبدل إلا في صورة صيف وإلا في صورة كان جبت الصالة وحسيت إنه حسيتها مجيش ولا خليت الصالة البيج ولا فهمتها نقولي نرجع بيت الفطور المدخلة متعدار كان فما صالة جديدة وما حبيش نستغنى على الصالة البيج هذيكه نقولي لازمتني الصالة البيج هذي نستغلها الصالة فهمتو بخاطر ما يجيش نعمل الصالة مقابلتها الصالة البيج مش تبدأ ندرك كيفيش هذا في الألوان لازمتني نعملهم كيفي بعضه ماني منحبش نعمل الألوان كيفي بعضه عاصلوا يا منعاش يا منعاش ربي سهل في كل شي ما في الوقت الحاضر تبديل الفاصن هذيه مستحيل لكن نبدلها أكاول هني جبتك المعون الكل حتيته في بلاستو اني بديت تقريب الخمسة ونص حكاك كملت حاصيل وكملت مع عاصلات العشين كما في بلاي بش نعمل لبيت الصغار وكل حبيت نخرج فرد مرة لبيت الصغار قلت خلي نهار السبت نرتاح ناخو هيك راحة أما ما كفانيش الوقت الحقيقة متعربي نمخر معناها وقلت كي مش نعمل لبيت بش نبل فطهن خاطر ما فاميش هك الجهة دك بش نزيد نعمل حاجة أخرى كهو يقرق بسالم يجي هز معيش هز معي يقولي نزلق نزلق فلمي نزلق واني بحكم عامل الجفال اللي يجي لاني يزلق خاطر لا لازمتني الجفال مع المبل كي مش نحاول شفته كيفاش يجبتها البوفي سهلة ما هيش صعيبة ما عنديش على شنو نطلع ولا كان شراني نحيتك الردوات ما عنديش على شنو نطلع راجلي هزك السلومة لنطلع عليه بش نحي ردو حاصيلوا عندي ردو سلمة متكوانسي ما حابش يبعد حاصيل تكوانسيلي في بلاصة معينة المشكلة ما عنديش على شكيفاش بش يجيبوا ما كان شراني نحية الردوات ما نخليهم مش مش مشكل وقتين يجيب لي السلومة نحية الردوات ما فيهم شاي ردوات يعني غسلينهم بالنسبة لي سهل او كان نحيهم ونخسلهم ان شاء الله اكاها وكملت مسحت البيت وفرجت زربية بعد ما شاحت الدنيا ولهني نزر في روحي خاطر سلم يحبيها بطبا حظة بنات عميته قتلوا قتلوا في ساعة استناني نحول الطاولة اكاها بس لي ما اهلاني مش يكملي عم اقلي خنام معاك الكريسي قتلوا برا تعمل مزيق دجا ما مقعدوش كريسي اكاها باش نجيب الكريسي وباش نبعد توقل البورتشوسير هديك نحطه في الانتري باش نمسح الساعة الطاولة القطم حليها الفازة هيك كن عندك كالسيطة ما عش تلبسها ولا حاجة تحطها في ديك وتستعملها هي المسحنة للغبرة وكابوشي كامل اجيب الكريسي والهني كملنا تقريبا قم قتلوا هزة من الكوجينة بعمل انا ترفو مل PLUS في بالي كيف ندي تراجلي في بالي بشي معنا بش يعملي بلس الامريا والبلسا معنا ونحط في البورتشوسير يخي اللقيني الا ديجاع فما معنا الي تركب عليها فما لماذا ناديته ملورة؟ ليس ناديته لكي يعمل لكي المرايات أظهكم سهلي لخاصة المرايات سهلة من المرايات من المستحيل لنجم نركبها واحدة كنت النجم معناه نخليهم بعض يجي في عقل ويعملي المراي أما بحكم قلت بلكش فما هكا بشين قبلي في الحيط وكل قلت خلي يعملي كان فما غبرة ولا حاجة ومبعد نمسح فرد مرة فهمته أخي لقيت انو كينحها المرايات متعبيت الفطور حاضرها معناه البلاسة ولا حطها دي راكت سهلة مفاحت شيء عماني ملول ماشي في بالي فما معناها مش يونقو بالحيط هكا علاش حصلوا لهني هكا الدنيا سهي كنت روا فيها ضليمة مساحت شوي شباك لمحاله نظيف لحقيقة ديما ديما نمسحوا معناه وديجا منحلوش برشا كنلاحظوش ديما ديما كمش نحل نحل البيب نحل البورت في ناتر الاخر متاع البيت الفطور اما هذا لا اسبع ما غير ما تعلقوا عريدو والله يا البنت نعرف اللي موت توافية والله ربي سهل ان شاء الله وتقول نعمل حاجة مزيينة ما نحبش نشري حاجة هيكة وبره و ما نحبش ناخو قمية زادة نحب حاجة مزيينة اني سبرت سبرت ربي سهل ان شاء الله مزيينة اني برنامجي للصالة ما هوش مفهوم قلت حتى لو كان معناها ما زلت بالحق منش مركزة روحي معناها في حكاية الصالة شو نعمل فيها خاطر كان فما يعني ما نحبش مثال نحط الصالة مما غير اه دهنة ولا من غير هيكة ريدو خاطر اني الكولور حابة نبعد شوية على البيج وكل و تلكم راني توف لوقت الحاضر مما نجمش لنبدل ريدو لن ندهن لنعمل حتى شيء اما رجلي قالي ما سيستو كان هيكة في ديسمبر ولا حاجة ندهن ولا الصالة حتى لو كان هكا الصالة حذرت ولا حاجة يمكن ما نفرش هيش الا ما نكمل نشري كل شيء نشري ديكور نشري ننركح الريدو معناها حتى تفرشتش عام الجامي مش مشكل فمتو نكمل بلي وش نكملتو بعد كين نعمل نعمل حاجة مزيينة والله نعرف الريدو وصليني نكح في حالة نعرف اللي الريدو معناها ما عادش متاع وقت وكل أما ربي سهل ما نحبش نعمل حاجة كيكوبر ريدوات الكل اللي مبدلتو متاعبيت لفطور متاعبيت سلمة متاعبيت سلمة مزيين هذك اخترتو على ذوقي اخترت لقميش وكل أما الباقي نحسهم مدركي في الجووني متاعبيت لفطور مخيطة زوز يعني مخيطة متاعبيت القاعدة هذيش ريت معها ريدو جاني قصير مع الصالة هذيش ريت ريدو وكل حاطته في بيت لفطور شاريت لهم عليها ريدو واحدة كفل بلاندوري وزوزة كلا لجريج نفس اللقميش وشريت قميش متاعبيت لفطور شريت كلا لاني عاملته توفي بيت لفطور وكل زوز الباج وعملته متاعبيت لولا ما احسيله ما مش عاجبيني بصراحة ومش عاجبيني نحب كي نعمل يا نجي بشركة مختصة عندي عم يقتلكم يعمل ريدو وايت وكل شي يجي هو يخدمني ياخلي قياسات ويعملي حاجة مزيينة ربي سهل ربي سهل في كل ما وصعي من شاء الله ربي سهلي وسهل للكم اماني في الوقت لحاظ الحق راضية بكل شي راضية بالدار راضية بالردوة راضية بكل شي ترتيب صغير ولا تغيير صغير عملته نحس فيها دار اخرى من عرش يعني تفاهمين الوضعية اقسم بالله حاسدها دار اخرى اول مرة هيك نعمل نعمل هيك كلمة بلد انتري حاطته في بلاسته في الانتري محظة بيب الدار تدخل تحط صباتك غديك كان في البلاصة الاخرى ما هوش هو الاسباس قدم بيب الدار لكل فارغ جي تابي متع كل وار محليها دي جا كنت مش رحوط التابي اللي عندي حاسيتها ما تطلعش على الصالة وليت فرش تزربية ايكا حاسيتها دار اخرى من عش تنظيم جديد مش لازم حاجة جديدة ومش لازم مصروف حتى هيك تغييرات تبسيتها تعملها ما تبدلك من نفسيتك لاني عودت بدلت المية كلا حط وقدش مرة بدلت المية وفيها اللي صورت وفيهم اللي نعمل بوز مش نبدل المية ونرجع حالة 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 حاسيتها يمكن زادة ازرابي تخبطت فش عرفته مش كيف مش كيف في الصيف كما في الفش تبدأ في رش هادار فما يسر هكا كل غلغة الغبرة هدي كجويدة تهبط برغم نمسح بالمبلول ونسلط نجم حتى عرفته ان نعمل تصييقه هيك مثل كن خرج الصالة نجم نصيق مثل كن خرج الزرابي نجم نصيق وكل اما وقت لي يفرغ البركون ان شاء الله يا ربي ومتاو نجم نصيق على راحتي خاطر نقصة كالصالة عندي هيك اسباس واني تحرك غاديكا مشيت نمسح فك البيت متاع المقابل البيت البانو وين الدريسينك مسحت هزيتها بالمبلول وبيش نعمل تسليط البرتي هذي على اساس اني مش نخرج مش نخرج التابيه متاع الكلوار ومش نخرج البيوت فمتاو قلت اني تعبت تعبت خلي نتعب فرد مرة بش هيكا من بعد نرتاح من بعد لا ما عملتش قلت ان شاء الله غدوة نعمل البيوت مش نكمل نعمل مسحة خفافة للصالة وش نخرج على البركون اللي على الشارع بش نحل البورتفينيتر متاع بيت الفطور او كم شيت يجا نصب فيه بش نصيق بش نصيق البركون اللي على الشارع حتى كي نحل البورتفينيتر تبدأ يبدأ البركون هكا نضيف حتى كي يدخلي هواء ولا فمه ريح ما يمسخ ليش الدنيا بالغبراء ببصال هذا كم عشان حلو خاطر مزايد البركون ونعمل هكا هاو اللي هنا يبنيت بش نكمل كمل نمسح وقعدت هيكا نخمم زي ما نفرش التابيك و الوار في المدخل الدار وقالتوني رأيكم يعني تاوهاو بش نفرش الزربية نجم نعمل متاع الكلوار باش ما تتمسخ خرش فمتوه خاطر في مدخل الدار وما غير ما نقود وندخلوه نحن الحقيقة ما ندخلوش بسببتنا معودة صغارية معنا ما يدخلوش بسببتنا ما كون شكة عرفتو كل اسهاء ولا حاجة ما بش يدخلو بسببتهم للدار لا وتاوا مع ان البورتشوسيورة تحطت في المدخل ولا دوما ما يدخلو يحطوا صببتهم غاديك اما باقي تحسها متاع عفز في مطور بلصة تحسها متاع عفز شو رايكم تحطوا التابيه دي كمتاع الكلوار وإلا لا ولا نخليه هيك مفروشة هو جاي سجتي لما حاله مذابية الدار الكل هي مفروشة خاطر هذي جلدها ضيحة توله هني فرشت الزربية هذي زادة اللي جابه ليخويا في بلاصة هني فرشت البانو عمت لها تصيقه زادة البانو مصورت هاش خاطر فيديو ها كومترا وطويل ورجعت هول بردويهت ورجع حاجر بلاصة هاملول اللي بش نكمل البيوت لسكر الباب كش عنتي جاهد البيوت هاي عطيوني اليكم اي حبيت 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 الآخر زيدة تهبل 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 قدشك رحت الصالة بالكوان قدشك رحت الصالة بالكوان راني نطف يارب يوبر والله تحسك وفك الكوان تحس برجحها جيت بشتفش نزيل وحدة هذية هكا ها يا اي بيا ها بيا ولا خايف تعشيته هاين مش متعشيه وهذه هي بيت الفطور ما قيتش عندي جهة اني باش نعمل الارجنتيارة والله لفما جهة جملة سكى سكى الباب باب يا ربنات قدش حبيتها هكا قدش حبيتها قدش حسيتها تبدلت على الاخر الله ايني حاولتها ها محليها محليها ليلو سا عندي قداوليت شد الصالتي هكا مواسع وبشرها عرفتوها نعم اعطيوني رأيكم في التعليقات وقلوا لي ما رأيكم نعم 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 نم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة